بيبدأ الفيلم مع المحاقق المعروف لندور وهو قاعد قدام بحيرة وبيجيله النقيب هاتش كوكو بيعرفه بنفسه انه نائب رئيس اكاديمية الولايات المتحدة الحربية وبيعرفه انه جاي بتكليف رسمي من العقيد ثاير مدير الاكاديمية علشان يستدعيل الاجتماع معاه ولندور بيكون مش فاهم ومعايزينه في ايه لكنه بيوافق يروح معاه ولما بيوصله بيقول العقيد ثاير للندور ان صمعته سبقاه وان الاكاديمية هنا عاملة عنه تحريات وعرفه انه محاقق من التراز الرفيع في الكشف عن الجرائم واخد الاعترافات من المجرمين من غير ما يعذبهم وهم محتاجينه في جريمة سرية حصلت هنا في الاكاديمية وبيشددوا عليه ان الموضوع يفضل سري ما بينهم علشان خبر زي ده ما ينفعش يتسرب ويتعرف من الناس العادية بعدها بيبدأ يشرح له ان في طالف الاكاديمية عندهم لقوه منتحر مبارح وشانق نفسه في شجرة ولندور بيقوله لو انتم متأكدين انه منتحر جايبيني ليه فبيقوله العقيد ثاير ان هم تاني يوم لقوا قلب الضحية متشال من مكانه وهم جايبينه هنا علشان يعرف مين اللي عمل كده وبيعرفوه ان الشاب اللي مات اسمه ليروي فراي وبياخدوه علشان يروحوا على الطبيب الشرعي مركيز علشان يفهم منه كل حاجة اكتر وهناك بيقول الطبيب مركيز ان الجرح المعمول في السدري فراي معمول بمنتهى الضقة واللي عمله واحد فاهم هو بيعمل ايه واكيد ده شخص قوي علشان كده احتمالية ان العمل كده واحدة ست هتبقى احتمالية بعيدة جدا ولندور بيخرج من عنده وبيروح مع النقيب هيتش كاك علشان يقابل واحد من الحراس اسمه هانتون وبيعرفهم هانتون انه نوبة حراسته كانت قريبة من هنا مبارح لكنه سمع صوت حد بيستغيث ولما جري علشان يشوف في ايه اكتشف ان فراي مربوط في الشجرة ومشنوق بس الغريب ان رجله كانت لمسة الارض واكيد لو عايز ينتحر كان هيبقى متعلق والكلام ده بيخلي لندور يشك في الموضوع اكتر علشان كده بيقرر ان هو يرجع مرة تانية ويبص على الجثة بتاعت فراي وهناك بيلاحظ ان ضوافره عليها اثار خربشة ومتكسرة وبيقول للنقيب هاتش كاك ان ده معناه ان فراي كان بيحاول يقاوم ويشد الحبل من على رقابته ومعنى كده انه ممتش منتحر وان دي جريمة اتل بعدها بياخد باله ان ايد فراي مقفولة ولما بيفتحها بيلاقي فيها جزء من ورقة صغيرة فبياخدها وبيحتفظ بيها وبعد كده بيروح على مكان الانتحار مرة تانية وبيقف يبص على الحبل والاثار اللي على الارض وساعتها بيجي لواحد من الجنود اسمه بو وبيقول له انت شكلت كده المحقق المسؤول عن الجريمة دي وبيقرر بوه ان هو يساعده وبيقول له دور على واحد يكون شاعر وبيسيبه يمشي ولندور بيمشي هو كمان من غير ما يكون فاهم بوه وعايز يقوله ايه بعدها بيروح على شان يقابل الجندي هانتون اللي كان مسؤول عن الحراسة ليلة الحادثة وبيسأله تاني عن اللي حصل وبعد ما بيعرف بيسأل هانتون لو فيه اي حاجة غريبة حصلت في اليوم ده وهانتون بيقول له ان فيه ظابط جه وقال له يسيب مكانه ويروح خلاصه ما يكملش حراسة فبيسأله لندور على اسم الظابط ده لكن هانتون بيقول له انه ما يعرفوش واول مرة يشوفه بس الغريب ان الظابط ده كان الرتب اللي على كتفه الشمال مش موجودة وساعتها هانتون مرضيش يدقق ونفذ التعليمات وخلاص وبعد ما عرف بالانتحار ساب مكانه ومشي زي ما الظابط ده قاله وبنشوف بعد كده لندور وهو قاعد فحانة وبيعرف من الناديلة اللي اسمها باتسي انها سمعت من حد ان جريمة قتل فري خدت وقت كتير والجسط شوهت بعد كده فبيسألها لندوري عرفت الحاجات دي منين فبتشاور له على بو فبيروح لندوري يقعد مع بو بيقول له انت لقابلتني الصبح وقلتلي دور على حد شاعر فبيقول له بو ايوة لان الشاعر هو اللي احساسه دايما بيكون مميز وممكن يشيل قلب حد من مكانه بدافع الحب او الغيرة لكن لو عايز مساعدتي فانا بقولك في الوقت الحالي دور على واحد اسمه لاف بورو وبيعرفه ان ده كان صاحب فري جدا وكانوا شركاء ساكن لكن فجأة كده من غير مقدمات اللي اتنين بعدوا عن بعض وفعلا بيروح لندور مع النقيب هاتشي كوك وبيستدعوا لاف بورو وبيقولهم انه فعلا كان صاحب فري جدا لكنهم اتفرقوا عن بعض بسبب اختلاف وجهات النظر والاختلاف ده كان بسبب صحاب فري الجداد اللي لاف بورو شايفهم رفقاء سوء علشان كده بعد عن فري وبعد ما بيمشي بيدخل واحد تاني من الجنود وبيدي للنقيب هاتشي كوك ورقة مكتوب فيها انهم لقوا بقرة وخروف مقتلين في مكان اسمه كالد سبرينج لكن المشكلة مش في كده المشكلة انهم لقوا القلب بتاع الحيوانات دي متاخد بنفس الطريقة اللي متاخد بيها قلب فري بعدها بيخرج لندور من عند النقيب وبيروحي قابل بو وبيقوله انت شكلك مهتم انك تساعدني في القضية دي علشان كده انا عايزة كلفك بمهمة وبيديله الورقة الصغيرة اللي كانت في ايد فري وبيقوله عايزين نعرف ايه اللي كان مكتوب فيها وفعلا بو بيوافق وبعد شوية بيروح علشان يقابل لندور وبيقوله انا اكتشفت ان اللي بعت الرسالة دي كان قاصد انه يستدرك فري برا المعسكر علشان يعرف يقتله وبيفضلوا يخمنه ممكن يكون ايه اللي مكتوب من الحروف اللي نقصة لحد ما بيوصلوا لجملة ما تتأخرش مستنيك عند الرصيف لكنهم بيكونوا مش متأكدين 100% من التحليل ده وبو بيقول بس لو القاتل واحد من الاكاديمية ليه ممكن يقابل فري عند الرصيف فبيقوله لندور ما هو يمكن مش رايح يقابل واحد من الاكاديمية ويكون رايح يقابل واحدة مثلا بس برضو ايه اللي هيجيب واحدة ستة هنا فبيعرفه بو انه تاني يوم من انتحار فري شاف واحدة ستة جميلة جدا كانت ماشية بتعيط وكان بو بيأكل مع صحابه وعينه وقعت عليها بعدها بنشوف ان لندور على علاقة قوية بباتسي البنت اللي شغالة في الحانة وبيسألها عن بو وهي بتقوله ان بو من عيلة كويسة وهو شاب معروف عنه الهدوء وانه بيحب القراية والكتب والتحليلات والحاجات دي واكيد مستبعد ان يكون هو القاتل يعني وساعتها بيروح لندور وبيبعت رسالة لبو وبيطلب منه يقابله في مكان اسمه بيت الجليد وفعلا بيسبق لندور على هناك وبيكون المكان عبارة عن بيت قديم شبه الحظيرة وبيفضل يتمشى لحد ما بيلاقي الارض بتعمل صوت تحته ولما بيركز بيعرف ان ده يبقى باب سر القبو وبينزل علشان يشوف ايه اللي فيه وبيلاقي ان الارض عليها اثار شمعة قديم وبيكون المكان كله عبارة عن رسمة دايرة كبيرة ورسمة مسلس تاني جواها وفي الوقت ده بيوصل بو ولندور بيقوله ان دي كلها اشارات لحاجات غريبة علشان كده هستعين بصديق قديم متخصص في علوم ما وراء الطبيعة والحاجات الخارقة دي وبيروحوا هم الاتنين لواحد اسمه البروفيسير جان بيبي وبيوريله لندور الرسومات اللي عمل نسخة منها في النوتة بتاعته وجان بيبي بيقولهم ان دي رموز سحرية لعبدة الشيطان وبيعملوها علشان يقدروا يتواصلوا مع الاموات وبيشاور على كتاب بيحكي عن ساحر قديم كان بيقتل الساحرات ويقدمهم قرابين للشيطان واللي كتب الكتاب ده اسمه هانري لوكلاريك وبيطلب من بو انه يقرأ واحدة من الصفحات دي وبو بيقول ان هانري سايب رسالة في الكتاب بتاعه فيها سر الخلود ولازم ليقدم القرابين دي يستخدم قلب كائن حي بس لازم ينطبق عليه شروط معينة يا اما يكون قلب حيوان زي البقر والماشية يا اما قلب طفل يا اما قلب راجل مشنوق وبعد ما بيخرجه بيطلب لندور من بو انه يحاول يعرف من الجنود مين منهم ليه في الحاجات الغيبية وبيصدق في الارواح والحاجات دي علشان ده هيكون اول الطريق اللي هيمشو فيه وفعلا بيدخل بو وسط الجنود وبيقول لهم ان فيه واحد من جنود الاكاديمية قال لي على مجموعة من التقوص السحرية اللي ممكن نعملها علشان يبقى عندنا قوة الخلود فلو حد منكم عايز ينضمي لنا يقول لي والجنود بتسألوا عن اسم الشخص اللي بيتكلم عنه فبيقول لهم بو انه مش هيقدر يقول هو بيتكلم عن مين علشان الموضوع سري وساعتها واحد من الجنود بيقوله يبقى اكيد بتتكلم عن ارتيميس ماركيز لان هو اللي بيتكلم معانا على طول في المواضيع دي وبكده بيعرف بو مين الشخص اللي مهتم بالموضوع ده وبعدها بيروحوا بيقول لندور انه عرف من الجنود ان ارتيميس ماركيز امن الدكتور ماركيز هو اللي بيحب النوع ده من المواضيع ومهتم بيها وهناك بيشوف بو سلسلة فبيقوله لندور ان دي سرسلة بنتي ماتلدة ولما بيسأله بو عن مكانها دلوقتي بيقوله لندور انها هربت مع واحد وده موضوع هو مش حابب يتكلم فيه دلوقتي فبيمشي من عنده بو وبيروح يقابل أرتميس والشلة بتاعته وبنشوف هناك واحد اسمه ستودارد وهو بيتكلم عن موت فري وبيقول انه اكيد انتحر علشان محدش كان بيحبه ولا فيه اي واحدة عايز اتقرب منه وبيقول لأرتميس مع اننا سمعنا انه كان بيحب اختك ليا وارتميس بيتدايق من كلامه وبيتدايق معاه واحد تاني اسمه راندي اللي بيكون واضح كده انه معجب بليا اخت ارتميس وبعد شوية بيكون ارتميس عايز من كل صحابه عنده في البيت وكلهو بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على ليا اخته وهي بتعزف على البيان ومستمتعين وخصوصا راندي اللي بنتأكد فعلا انه معجب بيها وفي نفس الوقت بيتكلم به مع ليا وبيحييها على العصف ده وليا بتشكره وبتقوله انها بتحب الشعراء والناس اللي عندها حس فني وزوق موسيقي والكلام ده بيخلي راندي يتدايق وخصوصا انه بيشوف ليا بعد ما خلصت عصفه ومشيت وبيشوف بوه ورايح وراها وبيطلب منها ان هم يتقابلوا يوم السبت اللي جاي في مكان هادي علشان يتكلموا براحتهم وهي بتوافق ومن الناحية التانية بنشوف العزة بتاع فري وبيكون لندور موجود وبتيجي مامة فري تسلم عليه وبتقوله انا عرفت ان انت المحقق المسؤول عن جريمة قتل ابني علشان كده انا جبتلك المذكرات بتاعته اللي كان متعود يسجل فيها كل حاجة وقلتي يمكن تلاقي فيها معلومة ساعدك لكن المشكلة ان المذكرات فيها ارقام ورموز وشخبطة ومحدش فاهم وهو كان عايز يقول ايه وفعلا بياخدها لندور وبيرجع البيت وبيقطع ورقة وبيحطها في مية وبيلزقها على الشباك وساعتها بيظهر الكلام بشكل مظبوط وبيقدر لندور يقراها وبنشوف بعد كده ابوه هو خارج معلية وقاعدين بيتكلمه لكنها فجأة بتقى على الارض وبيجيلها تشنجات وبتكون مش قادرة تسيطر على نفسها وبوه بيكون خايف عليها جدا وبيفضل معاها لحد ما بيطمن انها بقت كويسة وبعد ما بتفوق بتفضل تشكر فيه انه كان موجود معاها وبتعرفوا ان دي حالة كده بتجيلها كل فترة لكنها مش مؤزية وهي تعودت عليها فبيرد عليها ان هو كمان عنده سر عايز يقولها عليه لكنها لحد دلوقتي لسه بتجيله في المنام علشان تقوله يعمل ايه في حياته وتديله توجيهات وليا بتقوله ان كل واحد فينا عنده سره لكننا في النهاية مع بعض بعد كده بنشوف بوه هو ماشي بالليل في الغابة وفجأة بيظهر راندي وبيهجم على بوه وبيقوله يبعد عن ليا بدل ما يقتله وبوه بيقوله انه بيحبها ومش هيبعد عنها مهما حصل فبيفضل راندي يخنق في بوه لحد ما كان هيقتله خلاص لكن لحسن حظه بيوصل لاندور في الوقت المناسب وبيقدر يدرب راندي وبيقوله يمشي بدل ما يقدمه لمحاكمة عسكرية وبيروح لاندور يساعد بوه ان هو يقوم وبوه بيقوله ان راندي كان فاكر ان هو هيموتني علشان يقف بيني وبنحب حياتي وهو ما يعرفش اني ممكن اقتله لو هو اللي قرب من ليا وتاني يوم الصبح بيجي النقيب هاتش كوك للاندور البيت وبيقوله ان فيه واحد من الجنود مختفي وبيخرج لاندور بسرعة وبيسأله عن اسم الجندي ده فبيقوله النقيب انه اسمه راندي هو بيفضله يدوره كلهم عليه لحد ما بيلاقوا جسته متعلقة في مكانه ومشنوق ومتاخد قلبه بنفس الطريقة اللي كانت معمولة مع جست فري وفي الوقت ده بييجي العقيد ثاير وبيفضل يتخارع مع لاندور وبيقوله ان ده تاني واحد من الجنود يحصل فيه كده وانت مش عارف تلاقي القاتل الحقيقي لحد دلوقتي وسايد بوه يضحك عليك ويجدب عليك في المعلومات اللي بيوصل ليها ولاندور بيقولهم انه بوه بيساعده في القضية وملهوش اي مصلحة فبيقوله العقيد ثاير ان بوه يتخانق مع فري الصيف اللي فات ويتخانق مع رينزي من كام يوم وقال قدام كل جنود الاكاديمية انه مستعد يقتيله لو قرب مليا تاني فبيخرج لاندور من عند العقيد وبيروح علشان يقابل بوه وبيفضل يتهمه بالكدب وبيقوله انت اللي عملت كده فريندي لكن بوه بيقوله ان لو كل واحد دايقه في الاكاديمية دي فكر يقتله مش هيكون فيه جنود موجودين وبيعرفه انه تعرض للتنمر والمدايقات كتير في المكان ده وعمره ما فكر يأذي حد والموضوع كله مجرد كلام بس ولاندور بيقوله انه مصدقه متعاطف معاه بس بشرط انه ما يجدبش تاني وبنشوف بعد كده ان لاندور معزوم على الغدى عند الدكتور ماركيز وعيلته وارتميس بيكون متدايق من وجود لاندور في بيتهم وبيتهموا ان هو اللي فتح الخزنة بتاعتهم بارح وفتش فيها علشان فكر ان ليه يدف موت فري وراندي وساعتها الام بتتعصب وبتسيب الاكل وبتقوم والدكتور ماركيز بيفضل يعتذر للاندور على اللي ابنه ارتميس بيقوله وبيقوله تعالى نوعد في المكتب شوية وهناك بيقوله لاندور انه لاحظ ان ليه بنته مريضة ومش في حالتها الطبيعية فبيعرفه ماركيز انها مريضة مرض في المخ بيعمل ليها نوبات وبعد ما بيقلص لاندور كلام معاه بيقوم يتمشى في البيت شوية وبيوصل للدولاب بتاع ارتميس وبيلاقي فيه بدلة الزابط اللي قال عليها جند الحراسة لما قال انه جاله زابط وقاله يسيب مكانه فبياخد لاندور البدلة وبينزل يوريها الارتميس وارتميس بيقوله انه ما يعرفش البدلة دي وملبسهاش قبل كده وفي الوقت ده بيجي النقيب هاتشكوب وبيقول لاندور والدكتور ماركيز ان فيه واحد تالت اختفى وعلى طول بيروحوا على الاكاديمية وبيعرفوا ان اللي اختفى هو المجند ستودارد ولاندور بيقول انه راح فتش قبته ولقى انه هدومه وحكته كلها اختفت فبيقول للعقيد ثاير انه اكيد ستودارد هرب لانه كان صديق مقرب من فري وراندي وحس ان الدور عليه علشان كده قرر يهرب فبيسألوا ثاير عن البدلة بتاعت الزابط اللي لقوها في بيت ارتميس فبيقول لاندور ان ارتميس مش غابي للدرجات دي علشان يسيب البدلة دي عنده في البيت واكيد حد حطهاله لكن بيوعده انه خلاص قرر بيحل الجريمة كلها وعلى طول بيروح لاندور على البروفيسير جان بيبي مرة تانية وبيسأله عن الكتاب اللي قراه عنده اخر مرة اللي هو بتاع الكاتب هنري لوكليريك وبيبي بيجيب له الكتاب وبيقوله شوف اللي انت عايزه لكن لاندور كان جاي علشان يشوف صورة هنري لوكليريك بس ولما بيشوفها بيمشي فورا وعلى طول بيروح على بيت الدكتور ماركيز وبيقوله انا من بدري عايز اعرف مين القائد بتاع العيلة دي لكن المشكلة اني بدور على القائد وسط اللي عايشين واكتشفت ان القائد واحد ميت اساسا وبيشاور له على الصورة الكبيرة اللي متعلقة على الحيطة لهنري ديكلاريك وبيقول لمركيز انا عرفت ان هنري يبقى الجد الاكبر للعيلة والمرض اللي عند بنتك هو صرع وهي بتعمل جلسات تواصل مع روح هنري وهو اللي بيأمرها تعمل كده وتقدم القربين دي زي ما هو كان بيعمل زمان وزي الكتب اللي كتبها كلها ماشية بنفس المنهج والدكتور ماركيز بعد ما كان بينكر بدأ يعترفه ويقول لاندور اني ما كانش قدامه حل تاني لان بنته كانت مريضة وفشلت معاها كل محاولات العلاج الممكنة وكل الدكاترة قالت انها هتموت بعد 3 شهور لحد ما حلمت بهنري وقال لها تعمل ايه وبدأت تعمل التقوس والقربين دي وخلاص هي قربت تتحرر للأبد وتعيش بشكل طبيعي ولاندور بيفضل يزعق معاه ويقوله انت طبيب وراجل علم واللي انت عملته ده دجل وملوش علاقة بالعلم وبيسأله عن مكان مراته ابنه بنته وماركيز ما بيرضاش يقوله فبيقوله لاندور انا عرفت هلاقيهم فين ومن الناحية التانية بنشوف ليا وسط الدائرة السحرية وربط ابوه على خشبة وبتقوله انت قلت انك بتحبني ومستعد تعمل اي حاجة علشاني واللي بيحبه بيضحي علشان حبيبه يعيش ويبقى حر وبو بيكون مستسلم ومش بيتحرك من مكانه وبنشوف ان ارتيمس اخوليا بيعمل دايرة من الدم اللي بينزل من بو وممتهم هي كمان واقفة معاهم بتكمل باقي التقوس وبو بيفتح حينه فبتقوله ليا انت لو بتحبني هتساعدني اني اتحرر وبو بيقول لها انا بحبك ومستعد اعمل اي حاجة علشانك وساعتها بيقرب ارتيمس من بو وبيحط علامة بالدم مكان قلبه وبيمسك السكينة علشان يشيل قلبه ويعمل باقي التقوس لكن في الوقت دا بيوصل لندور وساعتها ليا بتتخبط في الشمع وبيقع في الارض وبيحرق المكان من حواليهم وارتيمس بيمسك في لندور وبيمنعه يوصل لليا علشان تكمل باقي التقوس وبيفضلوا يضربوا هما الاتنين فبعض والمكان من حواليهم بدأ ينهار بسبب الحريق لحد ما بتقع خشبة كبيرة علالية وارتيمس بيجري علشان ينقذ اخته لكنه بيتحرق معاها امامتهم بتحاول تجري تنقذهم لكن لندور بيمنعها وبيمسكها علشان ما تتحرقش ويتموت زيهم بعدها بيروح لندور يفوق ابو وبيخرجوا من المكان وبعد شوية بنشوفهم في المستشفى والنقيب هاتشاكوك بيقول لندور ان كمية الدم اللي فقدها ابو قليلة وهو هيبقى كويس في اسرع وقت وبيشكروا على انه خلص القضية وحلها وبيروح لندور يقابل العقيد ثاير وهو كمان بيشكروا على العمل معاه وبيعرفوا ان الدكتور ماركيز قدم استقلته بعد اللي حصل ومحدش يعرف مكانه فين دلوقتي وبيرجع لندور على بيته وبيشوف بو جايله بعد ما بقى كويس وبيسأله لندور عن صحته دلوقتي فبيقوله بو انه بقى كويس بس هو مش جايله علشان كده والمفاجأة انه جايله علشان يقوله انه عرف الحقيقة كلها وبيقوله ان الشخص الزكي دايما لما بيغلط بتبقى غلطته كبيرة جدا وده اللي انت عملته بالظبط وبيوريله الجواب اللي جاله منه لما قاله هستناك في بيت الجليد وبيقوله ان ده نفس الخط اللي كان في الورقة اللي فقيت في ري بالظبط وخصوصا الحروف الكابتل وده الجواب اللي خلى في ري يخرج من المعسكر ويموت وبيقوله ان الأغرب بقى انا عرفت من باتسي بالصدفة ان بنتك ماتلدا ما هربتش مع حد زي ما انت قلت ولا حاجة وانها كانت راجعة من حفلة راقصة بالليل متأخر وقابلها ثلاث جنود من الأكاديمية واختصبوها وساعتها انت رحت بنفسك وشفت بنتك بعد الاعتداء ده وفضلت تحاول تهديها لحد ما ماتلدا فقدت الامل وبقت في حالة نفسية وحشة وانتحرت وبيكمل بو بيقوله وطبعا انت عرفت ان فري كان واحد من ضمن الثلاثة اللي اعتدوا على بنتك فقررت تستدرجه وتبعت ليه الجواب ده ولما خرج شنقت وربطت في الشجرة علشان يبان ان الموضوع انتحار ولما سمعت صوت الحارس هربت من المكان بسرعة وبيسأل ابوه ايه اللي اكد لك ان فري اشترك في الاعتداء على بنتك فبيخرج لندور السلسلة اللي معاه وبيقوله ان السلسلة دي مش بتاعت بنته زي ما قاله قبل كده وانها بتاعت فري زي نفسه ووقت ما كان بيختصبها فري قدرت انها تفك السلسلة منه وبعدها تأكدت من اسام اللي كانوا معاه لما قابلت مامته في الجنازة واخدت منها المذكرات وقدرت اعرف اسام اللي اثنين التانيين اللي كانوا معاه واللي هما ريندي وستودارد بس بالرغم من ان ستودارد هرب الا ان لندور قرر ان هو مش هيترضه وهيسيبه يفضل هربان العمر كله وبيسألوا بوه طب مين اللي قتل الحيوانات فبيقولوا لندور ان هو اللي عمل كده علشان كان لازم يكمل الموضوع كأن عبدة الشيطان هما اللي عملوا كده بس الحقيقة ان ليه وارتميس هما مجرد بس استغلوا ان فري تشنق وخدوا قلبه لان لو هما اللي قتلوا كانت التقوص بتاعتهم بازت ودي كانت مفاجأة لندور لانه جالوا استدعاء يحقق في الجريمة وساعتها تفاجئ من موضوع ان القلب مش موجود ده وبعد ما بوه بيتأكد من كل حاجة وبيسمع الحقيقة كاملة بيقول لندور ان الجوابين اللي معاه دول ممكن يوصلوا الحبل المشنقة لكنه مش هيعمل كده علشان هو ساعده وانقص حياته وبياخد الجوابين وبيحرقهم وقبل ما يخرج بينادي عليه لندور وبيقول له انا كنت اتمنى ان بنتي تقابلك انت يوم الحفلة الراقصة لاننا كنا هنبقى قسرة احنا التلاتة دلوقتي وبعد كده بيخرج لندور لنفس المكان اللي ماتيل ده انتحرت منه وبيوقف وبيرمش ريطة الشعر بتاعتها وبيقول لها دلوقتي تقدري ترتاحي وبكده بيكون خلص فيلم النهر ده لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي